اللساء العربية ده اسمه ري منراو رجع هو قسرته من الصفر عشان كان عند حماية وحماته وقسرت ري مكونة من ثلاث افراد ري و جوان مراتو وبنتهم باري وهم في طريق رجوعهم ري كان بيتخاني مع جوان مراتو عشان حماية ترخمت عليه وهو عنده فجوان قعدت تعيات وقالت له انت بقى لك فترة متغير من غير ما حد يجي جنبك انا نفسي ترجع ري اللي اتجوزته من ست سنين بس باري بنتهم قطعتهم وقالت له من عايز اشحن موبايلي عشان فصل شحن وعايز انزل اي استراحة ادخل الحمام فوقف ري في استراحة ونزلت جوان وباري للحمام وهو دخل السوبر ماركت يجيب قهوة بس وهو جوه كان يشتري خمرة بس صغير رأي وجاب بيبسي وقهوة بدل الخمرة ورجع العربية لقى باري بتقول لجوان المراية بتاعته مش لاقيها شكل نستها في الحمام فجوان نزلت الحمام تاني عشان تجيب المراية وري قاعد يدور على المراية في العربية وتلاها عن باري اللي شافت بلونة من بعيد فراحت لها بس لقيت كلب طلع عليها وقاعدت تنادي على ري وترجع لورا عشان خايفة منه لحد ما ري يجيه وحدف طوبة على الكلب وفقد الوعي وبعد كده فاق بس ما كانش مركز ولقى جوان جاية بتعايت وباري نايمة في الارض ودراعها تكسر فشلها على العربية وسق بسرع عشان يروح مستشفى ودخلوا المستشفى لقوها زحمة فاقاعد مستني وجوان قالت له اعمل حاجة البنت بتعايت من القلم فقامل الممرضة قال لها عايزة ادخل بسرعة فقالت له امضي هنا ولما يكون في طبيب متاح اقول له ورجع قاعد وجوان قالت له انا اسفة اني زع قتلك ونادهوا عليه عشان يدخل بس قبل ما يدخل للدكتور في موظفة من المستشفى قاعدت تسأله اسئلة غريبة زي شغال ايه وهل الليلة تاريخ مع المرض العقلي طب حد مدمن على الكحليات فري قال لها انا كنت مدمن بس بتعافى حاليا فقالت له ظاهر عندي هنا في بطاقتك التأمينية انك كنت بتقول واحدة تانية غير مراتك مين دي فقال لها اه انا كنت متجوز قبل كده وامراتي الاولى ماتت من 8 سنين فالموظفة قالت لهم تحبوا تسجلوا بيري كمتبرع بأعضاءها فجوان قالت لها لا مش عايزين نسجله فالموظفة سكتت شوية وقالت لري المستشفى ما بتقبلش نوع التأمين بتاعك فقال لها خلاص مش لازم تأمين هدفع كاش فالموظفة قالت له تمام الممردة دي هتوديك عند الدكتور والممردة قالت لهم انا اسفق الاخر ان الاسعاف جابت اتنين مراهقين خبطهم سواء سكران فحدث ودخلوا الاوضة وجالهم دكتور قال لهم ازايكم انا دكتور بيرثرام وبدأ يتكلم مع بيري ويكشف عليها وبعد كده خد ري وجوان برة وقال لهم هي وقعت على راسها وانا شاكك ان في اصابة في الراس وممكن يكون عندها ورم دموي وده بيسبب نوبات صرع او تشوش بس لازم نعمل اشع مقطعية برضو عشان نتأكد وجي بعد كده ممرد اسمه بروس قال لي بيري هناخدك تحت عند قسم الاشع عشان نشوف راسك ونزلوا كلهم فبروس قال لهم واحد بس يدخل معاها فري قال لي جوان خلاص ادخل انت معاها وانا هستنى هنا فبروس قال له الاشع هتاخد وقت الاحسن تستنى برة وتقعد عشان ما توقفش كتير هنا فري قال لي جوان خلاص انا روح اقعد برة وعمل لها باي وشافهم نازلين بالاسانسير لتحت وراح نام برة في استقبال المستشفى وصحي سأل الممرضة هم هياخدوا وقت قد ايه في الاشعة فقالت له ما عنديش معلومات تفضل استريح واكيد هيخرجه دلوقتي فقال لها طب انا عايز دكتور بيرثرام فقالت له هو خلص شغله النهاردة هكلم لك دكتور غيره فرح قعد تاني لقى واحدة جنبه بتقوله هيجننك صح فقال لها هو ايه ده فقالت له الانتظار على فكرة جوزي دخل العمليات من الساعة ستة الصبح والساعة دلوقتي خمسة ولسه ما خرجش فقام للممرضة تاني فقالت له مفيش حد اسم بيري دخل عندنا النهاردة ممكن يكونوا سجلوها بالرقم التأميني فقال لها انا مش هدفع بالبطاقة التأمينية انا هدفع كاش فقالت له نظام الدفع كاش ده مش عندنا فقال لها انا مليش دعوة اسأل الممرضين او الموظفة اللي خدت بياناتي فقالت له كل دور روح الشيف تتغير فقال لها اتصل اسألي عن مراتي وبنتي في قسم الأشعة حالا فاتصلت وقالت له مفيش حد في قسم الأشعة لا مراتك ولا بنتك فقال لها ازاي يعني ومراحوا فين ودخل جوه المستشفى بس في ممرض مسك وجي دكتور قال لهنا الدكتور لوكادو في ايه فريح حكاله كل حاجة فالدكتور لوكادو شاف السجلات قال له مفيش حالة بالاسم ده فريح شاف الممرضة اللي دخلتهم للدكتور بيرثرا فقال للدكتور لوكادو سألها فسألها فقالت له اه الراجل ده فعلا جي هنا النهاردة عشان يتعالج عشان يتعرض لإصابة في راسه فريح قال لها انت بتجدبي وقعدي يزعق فمسكوه ودوله مهدق وسبوه في قوضة بس كسر ازاز القوضة بعد شوية وخرج وشاف بروس الممرض اللي خد بنته ومراته قوضة الأشعة لابس بلط الدكتور وجاري بعد كده من الأمن وخرج من المستشفى قاعد في عربيته ولقوا موبايل بنته اللي كان فاصل شح وشاف الشرطة بالصدفة في المراية فنزل وراهم صورة مراته وبنته وقال لهم المستشفى خطفهم ارجوكوا تعالوا معايا والشرطة دخلت معايا بس راجل الأمن والدكتور لوكادو ونففوا انهم يعرفوا اي حاجة عن مراته وهو بنت فالظابط قالت للدكتور طب استدعي لنا دكتور بيرثرام خلي ييجي هو ودينا قسم الأشعة فقال للأمن وديهم قسم الأشعة في الدور الثالث فريق قال له على فكرة الأشعة تحت مش في الدور الثالث انا شفتهم نازلين في الأسنصير فالدكتور لوكادو قال له تعالى هوريك وطلعوا الدور الثالث لقوضة الأشعة فوق فعلا وجي دكتور بيرثرام قال لهم الراجل ده كان هنا فعلا ودكتور بروس كشف عليه عشان كان عامل حدثة وكنا عايزينه يعمل أشعة بس مرداش وقال أنا خارج استنى مراتي برة وأنا فاكر اسم مراته اسمها آبي فالشرطي قال له مش قلت مراتك اسمها جوان فريق قال له آبي دي مراتي الأولى وماتت ومالهاش علاقة بجوان مراتي الثاني فرجل الأمن قال له احنا هنزبت بص كده دي كاميرا ممكن نشوف اللي الكاميرا سجلته النهاردة وراح يشوفه بس كان فيه خلل في الصورة بتاعت الكاميرا ورجل الأمن قال لهم هنشوف 30 ثانية من كل دقيقة عشان نظام الكاميرا قديم والكاميرات مكانتش جايبة الزاوية اللي كانت جوان وبري قاعدين فيها فالزباط قال له كده مش نقدر نعمل لك حاجة ونزل بعد كده عند السرير ولقى شال بري بس الزابط قالت له الشال عليه دم قال له اه دمي عشان وقعت مع بري وراسي تعورت وجات له دكتورة نفسية قالت له تعالى نتكلم وقالت له كلمني شوية عن آبي مراتك الأولى فقال لها ماتت من 8 سنين في حادثة عربية وما قدرتش سعيدها فقالت له انت كنت سكران ساعتها صح بس مرضاش يرد عليها فقالت له المهم دلوقتي لازم نروح المكان اللي بتقول ان بري بنتك وقعت فيه وخرجت الدكتورة النفسية قالت للدكترا انه بيعاني من صدمة وانها شك ان مراته وبنته لسه في مكان الحادثة لحد دلوقتي وراحوا المكان الحادثة اللي وقعت فيه بري ولقوا مرايد بري هناك ولقوا دم كتير فالدكتورة قالت له ما تقول لي كده إيه اللي حصل قبل الحادثة فقال لها اتخنقت دانا وجوان وكان فيه كلب بيخوف بري فرميت عليه طوبة فقالت له بس انا مش شايفة هنا اي كلاب انت متأكد ان كان فيه هنا كلب ورميت عليه طوبة وقالت له انا هقول لك إيه اللي حصل انت كنت متضايق عشان اتخنقت مع مراتك فحدفت بنتك بالطوبة فوقعت ولما مراتك رجعت من الحمام شافت البنت ميتة قتلتها هي كمان ممكن تقول لي خبيتهم فين يا ري بس ري ما ردش والظابط قالت له انت رهنا الاعتقال بتهمة القتل بس وهو واقف شافت كلب اللي كان مخوف بنته فخد المسدس من الزابط وخطف الدكتورة وقال لهم يمشوا قدامي بدل مقتلها وحبسهم في قوضة وخد عربية الشرطة ورجع المستشفى تاني ولبس بلط الدكتور وراح عند الأسنصير اللي مراته وبنته نزلوا فيه بس للا الأسنصير لازم له مفتاح فلقى راجل الأمن في وشه فثبتوا بالمسدس اللي معاه وقال له هات المفاتيح فحدف له المفاتيح في وشه وقعدوا يضربوا في بعض الحد مريه خنقوه ونزلت دور اللي عيلته نزلته فلقى ممردين خارجين بأعضاء بشرية ودخل لقى الشابين المرحقين اللي كانوا عاملين حدثة الصبح مع السواء السكران أعضاءهم اتخذت ولقى الموظفة اللي خدت بياناتهم وافتكر كلامها لما سألتهم عايزين تسجلوا بيري كمتبرع بأعضاءها ولقى أوضة وفيها دكاترة وهيبدأوا ياخدوا أعضاء بيري فدخل بالمسدس ولحق بيري ولقى جوان جوه وقال للدكاترة ألعوا المسكات فلقى الموظفة بتاعت البيانات والدكتور لوكاد وهم اللي بيعملوا العملية ومعهم دكاترة تانين وكان هياخد عائلته ويمشي بس مسكوه وكانوا هيخدروه بس مسك المسدس وضرب نار في جهاز من أجهزة الأوضة وقتلهم وخد بيري وجوان وخرج من المستشفى وركبهم العربية عشان يروحوا البيت ومشي في الطريق يغني لهم بس انعكاس الملاية بتاعت العربية كانت جايبة الحقيقة كلها والحقيقة ان كل ده ما حصلش الحقيقة اللي حصلت ان اللي خده من المستشفى ده كان واحد من الشباب المراهقين بتوع حدثة الصبح وكان بيتخيل ان المستشفى بتاخد منهم أعضاء مع انها كانت بتعمل لهم عملية عادة وطلع انه رامت طوبة على الكلب فعلا بس بنته وقعت وماتت طولا امراته جدت زعقله زقها وقعت على حديدة وماتت هيكماية واللي اتنين موجودين ميتين فعرابيته من وراء وعمل قصة ان المستشفى خطفتهم ده في دماغه عشان يهرب من أثر الصدمة النفسية اللي حصلتله بعد اللي شافه لما امراته الاولى ماتت في حدثة من 8 سنين ودلوقتي بنته وامراته الثانية ماته وتوتا توتا خلصت الحدود فيلم فراكتشارد انتاج سنة 2019 بطولة سام ورثينجتون اللي هو راي وليلي راب اللي هي جوان ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيج جديدة على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو ياريت تعملولها فولو لو عايزين يوصل لكو كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة ولو بتحب كناوات الأسئلة زي أسئلة في الكورة والدين الإسلامي والأفلام فاحنا عملنا قناة تانية كده اسمها اختبر معلوماتك هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن بدخل بص عليها بص